طوال الأشهر الماضية مثلت ميدي ساحة لمعارك مفتوحة الجبهة التي كانت مغيبة عن عدسات الكاميرا كانت ولا زالت من أجد الجبهات ضراوة في القتال نتيجة عوامل عدة أهمها الطبيعة الجغرافية للمنطقة المنبسطة التي يخوض فيها المقاتلون حربا مفتوحة ومواجهات مباشرة وهو بدوره من عكس على عدم مقدرة أي من الأطراف تحقيق الحسم عدد تقدم البطيء الذي تحرزه قوات الجيش الوطني بين الفينة والأخرى لا يخلو يوم من أيام المواجهات في الجبهة الشمالية الغربية من تفاصيل جديدة حيث رصد موقع 26 سبتمبر التابع لقوات الجيش الوطني مقتل أكثر من 160 من عناصر الميليشيا خلال الشهر الماضي في المواجهات مع قوات الجيش الوطني وقصف طيران التحالف ورغم الخسائر الكبيرة التي تكبتتها الميليشيات إلا أنها أبدت استماتة كبيرة في المواجهات بعد أن لغمت مساحات جغرافية شاسعة للحد من تقدم قوات الجيش الوطني الذي يهدف من خلال العمليات العسكرية إلى السيطرة على الشريط الصاحل الممتد من حجة وصولا إلى الحديدة إذن تبدو العمليات العسكرية في حجة محتدمة ومهمة أيضا بالنظر إلى العوامل الجغرافية والأبعاد الاشتراتيجية للمعركة والتي يفترض أن يكون لها بالغ الأثر في حسم المعركة مع الميليشيا واستعادة الدولة